اهلا من جديد طبعا في حلب الشرقية سنبقى والتي تقود فيها ميليشيات النجباء العراقية وحزب الله اللبناني ولواء فاطميون العمليات العسكرية بدعم روسي وقد تعرض الثوار في حلب وريفها خلال السنوات الماضية إلى حملات عسكرية ضخمة شنتها الميليشيات الشيعية إضافة إلى ميليشيات فلسطينية وكردية أكثر تفاصيل في تقرير محمد الدغيم حلب التي تشاهدون في هذه الصور تخفي خلف هذه الجدران حكاية لسنوات من المقاومة في وجه ميليشيات تعددت راياتها وتوحدت أهدافها في ضرب الثورة والثوار الميليشيات الشيعية هي الأبرز التي تجمعت من إيران والعراق ولبنان أبرز القادمين من العراق ميليشيا النجباء العراقية تجلى ظهورها الأكبر قبل أشهر قليلة بوصول زعيمها أكرم الكعبي إلى مطار حلب واستقباله بشكل رسمي في ظل غياب كامل للنظام عصائب أهل الحق فيلق بدر حزب الله العراقي أبو الفضل العباس هي أيضا ميليشيات عراقية ساندت حركة النجباء في جرائمها بسوريا وتحديدا بحلب من لبنان تمددت ميليشيا حزب الله لتتجاوز المناطق الحدودية مع سوريا حتى وصلت إلى حلب وفشلت أكثر من مرة في التصدي للثوار أما إيران مصنع الإرهاب فقد خرجت منها عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الحرس الثوري الإيراني لقائدها الجنرال قاسم سليماني الذي بثت له صور من حلب أكثر من مرة إضافة إلى لواء فاطميون الذي ينتمي عناصره إلى شيعة أفغان فضلا عن لواء زينبيون الذي يضم باكستانيين شيعة من القاطنين في إيران بعيدا عن الميليشيات الشيعية كانت هناك ميليشيات فلسطينية تعمل إلى جانبهم في حلب أبرزها لواء القدس الفلسطيني الذي تشكل عام 2013 وعناصره من فلسطيني مخيمي النيرب وحندرات للاجئين وبالطبع الميليشيات الكردية لم تكن بعيدة عما يجري فقد عملت ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية دورا مساندا إلى جانب النظام في حصار الثوار ولعبت كرأس حربة لصالح روسيا حين هجرت ألاف المدنيين من ريف حلب الشمالية لم تمنع هذه التشكيلات المتناقضة في أفكارها ومشاربها تنظيم الدولة أيضا من الاستفاف إلى جانبها ولو بشكل غير مباشر طالما أن المستهدف هم الثوار كل هؤلاء خسروا المئات بل الآلاف من مقاتليهم على أرض حلب حتى روسيا التي دخلت قبل عام على الخط احتاجت عاما كاملا وأكثر لتتمكن اليوم بعد حصار ونار ودمار من احتلال حلب لتتقاسم القوى الشيعية والشيوعية دور البطولة في تدمير مدينة حلب إضافة إلى أدوار أخرى لعبتها جهات إقليمية ودولية من الأصدقاء قبل الأعداء ممن تركوا ثوار حلب يواجهون مصيرهم وإذا كانوا قد حرروا يوما هذه المناطق قبل سنوات بستة آلاف طلقة كما قال الشهيد عبد القادر الصالح فإن الحافز الذي سيدعوهم لتحريرها اليوم أقوى فمن في المدينة الآن قوات احتلال روسية وإيرانية وليس النظام فقط أجدد الترحيب بالدكتور أحمد خطاب الكاتب والبحث السياسي من باريس أهلا بك معنا من جديد وبعد قليل ينضم إلينا أو معنا الآن كريم النوري قيادة بالحجدة الشعبي من بغداد مباشرة مساء الخير أبدأ معك دكتور أحمد خطاب طبعا استمعت إلى هذا التقرير وهذا هو الواقع يعني تكالبت الميليشيات الشيعية من كل حدب وصوب على سوريا عموما ونحن اليوم نتحدث عن الوضع في حلب وحلب الشرقية تحديدا يعني هذه الإبادة الجماعية التي نشهدها حتى يومنا هذا هي بيد هذه الميليشيات الشيعية من الواضح طبعا هذا ملفة انتباه العالم كله وكانت مفاجأة كبيرة كانت إيران تتحدث عن أنها ثورة إسلامية وثورة لكل المسلمين والمستضعفين في الأرض وإذ بنا نفاجأ بأن إيران هي ثورة يعني لم تصدر الثورة كما يعتقد البعض أو يلفظونها خطأا مع الأسف ما صدرته إلى العراق وما صدرته في لبنان وما صدرته في سوريا وفي اليمن ما صدرته ليس ثورة إنما هي فتن وحروب ونزاعات طائفية أهلية طائفية مع الأسف الشديد تأخذ جانب محل جانب كان المفروض في إيران لو كانت تريد ثورة إسلامية حقيقية روحية حقيقية كان المفروض أن تقف على الحياد أن تصلح الناس لا أن تقف مع طرف ضد طرف ولكن مع الأسف الشديد الملالي في إيران وأسميهم الملالي يعني البعد العقلي والبعد الدهني تبعهم والتعصب هو الذي غلب مع الأسف الشديد ولذلك نرى كل هذا الخراب وأنا أقول أن إيران لن تكون بمنجى عن ما حدث إن الزلزال الذي يضرب المشرق العربي حاليا في سوريا وفي العراق وفي اليمن سوف ترتد ارتداداته وانعكاساته يعني الهزات الارتدادية كما تسمى في علم الجيولوجيا سوف ترتد إلى طهران وقم وسوف يقص هذا النظام يجد نفسه أيضا ضحية لممارساته لأن الذي يزرع كما يقول أحد أصدقان الذي يزرع زيوان لن يحصد كوكاكولا فسوف يحصد زيوان إنهم يزرعوا زيوان مع الأسف إذن إيران هذه المبارسات كانت مفاجئة لكل العالم الإسلامي ولكن إيران ليس هناك إيران أريد أن نفسر فقط كلمة هناك إيرانات هناك إيران الشارع المسلم وربما آخرين متدينين مؤمنين بقضية فلسطين بالعدالة ولكن هناك إيران السياسيين الإمبراطوريين عندهم أحلام إمبراطورية من أيام شاهن شاه من أيام قورش إمبراطوري يريد أن يعيد مجد الإمبراطورية والشعور القومي الإيراني مثلا السيد رف سنجاني سبيل المثال هو زعيمهم يريد وعينه على الخليج هناك إيران الطائفية المذهبية إذا صح التعبير عقل مغلق شيعي ضد سني وهذه كارثة أيضا كان عيدا بالنسبة لما يسموه الشيطان الأكبر أن تتصل الحالة في المشرق العربي وخاصة بفعل الممارسات الإيرانية إلى قتال سني شيعي أحيانا في بعض المناطق وهناك أيضا إيران ليبرالية ولكن هناك إيران الشعب الإيراني الذي يريد دولة قانون ولاية الفقهية ديكتاتورية مطلقة يعني ديكتاتور تذكرنا بما يسمى العصمة البابوية العصمة البابوية في القرون الوسطى الباب المعصوم هذه أسقطتها الثورات في أوروبا وهذه العصمة البابوية في قوسين يعني ولاية الفقهية تماما سوف يسقطها الشعب الإيراني ويقيم دولة القانون والمؤسسات الدستورية ودولة الحق والعدالة والحريات الإنسانية سيد كريم النوري الميليشيات العراقية ومنها طبعا ميليشيا النجباء ماذا تفعل في سوريا هذه الميليشيات اليوم هي المتهمة الأول بالمجازر والإبادة الجماعية ضد السوريين نعم تحية إليك ولمشاهديكم الكرام أولا أنا لا أفترض أن هناك كما تصفون ميليشيات شيعية تقاتل داعش وليس هناك ميليشيات سنية تقاتل مع داعش داعش عدو الجميع جبهة النصرة والعصابات المسلحة في سوريا تقاتل الشعب السوري هنا خلط واضح وأنا لم أسمع الضيف الكريم أنا اليوم سيد كريم النوري أنا لا أتحدث عن داعش أنا أتحدث عن الشعب السوري في حلب في أحياء حلب الشرقية المحاصرة يوجد فقط ثوار لا يوجد تنظيم الدولة أحسنتي الشعب السوري ضحية لمؤامرة تقوم بها العصابات المسلحة على غرار ما قامت به العصابات في ليبيا تحطيم البنى الاجتماعية تحطيم البلد ولذلك أقول بصراحة نحن الآن ما يهمنا كعراقيين أن داعش هو عدونا جاءنا من سوريا هو الدعم العربي والغربي للمسلحين في سوريا أنقلب على العراق ولذلك من حقنا أن نقاتل داعش وأنا هنا أود التفصيل الأخوة في النجباء وبقية الفصائل التي تقاتل داعش في سوريا أو جبهة النصرة في سوريا ليس لها علاقة بالحج الشعبي الحج الشعبي يقاتل هيئة تقاتل داعش في العراق هي بأمر القائد العام للقوات المسلحة أما المتطوعون من العراقيين يذهبون إلى سوريا إذا كانت أمريكا تأتي عبر المحيطات والقارات تقاتل داعش والعصابات الارهابية في العراق وسوريا هل ليس من حقنا أن ندافع عن حدودنا وعن أرضنا؟ هذه الكلام قحام إيران وتكلن يعني متطوعون سيد كريم النوري اسمح لي متطوعون يذهبون إلى سوريا يرتكبون المجازر بحق الشعب السوري حلب الشرقية كلها ميليشيات شيعية حركة النجباء من أين؟ ميليشي النجباء من أين؟ هي من العراق يعني متطوعون يخرجون من العراق ليدافعون عن الحدود العراقية أو الأمن العراقي في سوريا في حلب الشرقية؟ أولا هم يقاتلون العصابات الارهابية التي أصبحت عدوة ليس للعراق وسوريا وإنما العالم كله إذا كانت هناك عقدة مع الرئيس بشار الأسد فلا يمكن أن نقحم هذا الشعب المظلوم في خدمة هذه العصابات هناك تفريق واضح عصابات تقاتل في سوريا عصابات جفة النصرة وداعش يقاتل الشعب السوري ويقاتل الجيش السوري أنا لا أفترض أن الجيش الداعش وجفة النصرة تقاتل نيابة عن الشعب السوري هذا كلام فيه مغالطة كثيرة ولذاك حام إيران إيران قياسة للدول العربية على الأقل أنا أقول بصراحة كان الموقف العربي الرسمي يعادي إيران الشاه لأن الشاه كان يناصر تلعبيب بالستينات واليوم تحول الموقف العربي الرسمي يعادي إيران الخميني لأنها تنصر حق الفلسطين المقتصر هذه مفارقة خطيرة تنصر حق فلسطين وتبيد الشعب السوري وتتكب المجازر ولها مخططات في المنطقة وتقول بأنها تحتل أربع أواصم عربية أعود إليك دكتور أحمد الخطاب تعليقك يعني تعليقي بكل بساطة مع الأسف يعني الضيف الكريم يريد أن ينكر الشمس في ضوء النهار قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم كما يقول حد شعراء العرب قد ينكر يعني الموضوع لا يحتاج إلى دليل لا يحتاج إلى دليل واضح كالشمس في 15 آب في داكار في أفريقيا يعني إيران ولاية الفقه الحرس الثوري الإيراني هو الذي يبعث النجباء ويبعث الجبناء ويبعث أبو الفضل عباس ويبعث بدر كل الناس تعرف أطفال الابتدائي في العراق وأنا أرى عراقيين مع النظام الحالي في العراق ومع ضد وأصدقاء الجنبين يعني هم يقولون أنهم كلهم مرتبطون بقم بولاية الفقه بل حرس الثوري الإيراني بالسيد قاسم سليماني يعني عبثا يحاول الضيف الكريم مع الأسف يعني أن يغطي العجوزة الدردبيس بمسحوق تجميل مستحيل أن تجمل هذه أمور واضحة يا أخ ولا جدال فيها ولا نقاش قلت لك أن إيران ارتكبت غلطة العمر لو كانت ثورة إسلامية حقيقية وقفت على الحياد وزعمت العالم الإسلامي ولم تقم ضد منصور هادي في اليمن ولم تقم ضد التيار القومي في العراق وأنكرت حتى أن العراق بلد عربي إيران في الدستور عندكم قالوا أن العرب في العراق جزء من العرب في العالم طبعا طبعا السويديين في فرنسا جزء من الشعب السويدي يعني يعني عاصمة الرشيد بغداد عاصمة الرشيد في الدستور العراقي كادوا أنها تكون دولة عربية ثم أتوا الآن إلى سوريا لأخذوا جانب نظام فاشي مستبد ديكتاتوري فاسد من قمة رأسه حتى أخمص قدميه حتى جماعته يعرفون أنه فاسد وارتكب مجازر في تدمر وحماء وتل الزعتار وقتل الفلسطينيين والحركة الوطنية واختال حتى حتى اختال من حزب الله ومن أمل واختال يعني تأمسار طويل عريض يدافع عن شيخس عن شخص عن نظام لا يدافع عنه في كل القيام الإنسانية والدينية والإسلامية والمسيحية والعالمية والقانون الدولي مع الأسف الشديد إيرانكم ارتكبت خطأ العمر خطأ الطيار الذي لا يصحح هذا رأي شكرا دكتور أحمد خطاب كاتب وواحد سياسي من باريس شكرا كريم النوري قيادي بالحجد الشعبي من بغداد شكرا لكم ومشاهدين أدوكم في أمانيلا اشتركوا في القناة